ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتلك الرغبة القوية لمستقبل جيد للأطفال الفلسطينيين للأطفال اليهود وأيضاً من غير اليهود في هذا المكان نحن نحاول كنساء ورجال أن نسهم بتواضع بهذا الحدث اليوم لأن نؤثر على سير التاريخ وأن نجلبها من اليأس أن نحول مسارها من اليأس إلى الأمل أريد اليوم أن أتحدثكم أن لجنة الحقيقة هذه اجتمعت قبل بضعة أشهر وهذا هو الحدث أو المناسبة العلنية الأولى لها بعد سنوات من العمل لعدة أشخاص نساء ورجال عرب ويهود وفلسطينيون لإقامة هذا ديبي فاربر طبعاً كانت من المقيمين من مؤسسي هذا العمل وجندت إلى جنبها 30 متطوعة ومتطوعة عملوا إلى جانب طاقم زخروت لإقامة لجنة الحقيقة ولتمكين إصدارها إصدار خرجها إلى النور كما سترون اليوم أريد أن أشكرها شكراً جزيلاً لأنها سنع أعطت هذه الفرصة وأجعلتها حقيقة وأشكر كل من أتى من المتطوعين والناس الذين يعملون لجانب زخروت من الجنوب من أيامها الأولى منذ الأيام الأولى وحتى الآن أولاً عن طريق إيجاد الشهود وكتابة الباحث واللجنة التوجيه والدعم الأخوي باحثات يعملنا ويوثقنا هذا العمل نساء في الأكاديميا في الجامعات وغيرهن شكراً جزيلاً كبيراً لنيفا جرينزفايغ التي سترونها مع شعرها المسلسل مشعرها الجميل والتي عملت على حتى التفاصيل الصغيرة لكي تستطيعنا الفرصة لكي أن نفكر على الحب من الحب وتصليح الماضي وتعمل معي ليلاً نهاراً بالأشهر الماضية لحدث لمناسبة اليوم العلنية وهي تثير بنا كل تلك العواطف والمشاعر أيضاً أشكر فندق ليوناردو الذي أعطانا مكاناً جميلاً محترماً للئات لوزنبرغ مديرة زخروت التي تعطينا مكاناً للإبداع للسياسة للتغيير للحب ولكل الطاقم الجميل الجيد طيب زخروت وأيضاً شكراً مننا جميعاً للشهود للشاهدات الذين واللواتي وصلنا اليوم وهم أحسن الناس معنا اليوم وسيبقون معنا سيمكثون هنا بكل الجلسات معنا كل هذه المناسبة العلنية مخصصة أيضاً لتكريم كل أولئك الذين يحبون الحقيقة يريدين إظهارها إخراجها إلى النور أيضاً نقدر جيداً ونشكر جيداً أعضاء لجنة الحقيقة كلهم متطوعون وهم يجلسون هنا أمامكم على الطاولة الأمامية كلهم فاعل ناشطون من الحقل من الجامعات إنهم يعملون ويفتحون الطريق لأمر لم يكن مثله حتى الآن بهذا المكان أريد أن أعرفكم عليهم وأن أقدمهم واحداً واحداً رئيسة لجنة الحقيقة والتي أيضاً ستلخص هي الدورة نور هريش وهي عالمة اجتماع للتربية في علم التربية من كلية التربية في الجامعة العبرية وفي السنوات الأخيرة عملت على مفاهيم العدل والتربية وهي ناشطة منذ عدة سنوات في محسوم واتش وبمنظومة فورم يجدين والحركة الجديدة التي أقيمت والتي اسمها النساء تصنعنا السلام أيضاً رئيس اللجنة الآخر وهو الذي سيتكلم بعد رأساً هو شحد ابن بري وهو محامن وهو ناشط قانوني وناشط حقوقي بالنشاط ضد برافر وكل مخططات التهجير والقلع وهو يمثل أهل العراقيب في يدافع أهل العراقيب في نضالهم أيضاً يشرفني أن أعرفكم على الدكتور مونير نسيبة الذي يعلم في كلات القانون في جامعة القدس ويدير عيادة حقوق الإنسان في هناك أيضاً بروفيسور أفنير بن عموس وهو مؤرخ التربية محاضر بمدرسة أو كلية التربية في جامعة الأبيب يعمل بموضوع التربية للمواطنة وهو عضو بسكرتارية فورم التعايش الموجود في الجنوب وأيضاً في منظمة أمنيستي انترناشنال في إسرائيل أيضاً أود أن أعرفكم على هدى أبور بيع أبور بيع وهي عضو شاب ولد في اللقية نمت في اللقية تدير جمعية ياسمين النقب لصحة العائلة وهي ناشطة في السنوات الأخيرة في ميرتز ضد مخططة برافير وهذا بإطار شباب فلسطينيين بدو وأيضاً تعمل على رفع الواعي بين النساء البدويات لمخططة برافير ومخططات التهجير والاقتلاع أيضاً الدكتورة إيريلا شدمي وهي ناشطة سلام وباحثة نسوية تعمل على بحث موضوع النساء وتعمل موضوع الأمهات الأمومة وتبحث أيضاً بموضوع الشرطة وعملها أيضاً أعرفكم على أو أقدم لكم بيرومي يعمل كمدير مجموعات يعمل في عدة أطر ناشطة سياسية بموضوع العربي اليهودي وبالتربية للسلام والعدل الاجتماعي أيضاً أشكركم جميعاً للجمهور للشهود للشاهدات للطاقم الذي يرافق الشهود والشاهدات وأريد جداً أن أعرفكم عليهم أن أقدمكم إلى نسينش أيضاً جودي روث يعني زعبي وبدر وهو أيضاً ممرد ولنا هنا نحن نفرحون بأن معنا شخص من العالم الطب وهم أيضاً مروا باستكمال حول الموضوع اليوم هو نقاش للجنة الحقيقة مفتوح للجمهور ندعوكم وأنتم مسموح لكم أن تشاهدوا تنظروا إلى ما يقال اليوم ثلاث مرات وسوف تستمر وتجتمع هذه اللجنة بدون نقاش الجمهور هنا هو جمهور ناظرين إنه أقاتوا لكي يسمعوا ليحترموا الشهود والشاهدات وهذا ليس مؤتمراً نحن نشكركم ونتمنى ستسمعون أمور صعبة شهادات فيها مواقف عن الماضي وسوف تشعرون بمشاعر مختلفة حول ما سنمر هنا حول الأزمة حول ففي الحرب و latchهو و محتمل خلال شهادات أن تبدر حاجة للسؤال وبسبب تعقيد الموضوع اخترنا ومع كل إصرار أن لا نسمح للأسئلة خلال الشهادات إنما نترك لكم المجال بنهاية الأمر وذلك لكي نعطي الإمكانية لكم أنتم في الجمهور في الجمهور السامعين لتسجلوا ونأخذ منكم تقييما لهذا اليوم هناك بالخارج في طاولة الاستقبال أوراق وصندوقا وأقلام تستطيعوا أن تستعملوها تكتبوا تركوا تفاصلكم الشخصية وسنرجع إليكم لكي نستمر نواصل الاتصال بكم وبنهاية هذا اليوم سيكون نقاشا مفتوحا قصيرا مخطط لساعة السبعة إلى التلت هناك احتمال أن نبكر قليلا وهذا قبل كلمات التلخيص هناك أصحاب وظائف هنا موجودين على أياقاتهم هناك بطاقات اسم ليس مسموحا أن يدخل ويخرج الجمهور خلال الجلسة من يرغب ببعض الماء أو القهوة أو الضيافة فنطلب منكم أن تنتظروا حتى النهاية بصفحة الفيسبوك هناك ستريمينج هناك إمكانية لمشاهدة آنية على بنفس اللحظة بالبث المباشر لهذا الحدث لهذه المناسبة تستطيعون الآن بالدقيقة التالية أو الثانية أن تبعثوا اسم اس لمن ترغبون وتطلبوا منهم أن يدخلوا إلى صفحة الفيسبوك لزخروت ليسمعوا ويرصدوا ويشاهدوا ويكونوا شركاء بما سيقال حول لجنة الحقيقة نطلب أن تحافظوا على احترام المجموع إلتباع الحقيقة أستطيعوا على نظام ويكونوا شركاء ويكونوا شركاء أشكركم شهود موجود وحاضر أطلب أن أدعو إلى المسرح الشيخ ديب لم أسمع الاسم لحظة مش مكتوب الاسم ديب مرحي ليس الشيخ آسفة شحدي بن برّي المحامي شحدي بن برّي شحدي بن برّي يسرني افتتاح هذه الجلسة للجنة الحقيقة لبحث مسؤولية المجتمع الإسرائيلي عن النكبة الفلسطينية وعن النكبة في النقب بشكل خاص ونتحدث هنا عن 1948 وحتى سنة 1960 دكتور نورا ريش وأنا نقف على رأس هذه اللجنة دكتور نورا ريش سوف تلخص هذا اليوم أنا سأحدثكم عن نجة الحقيقة وعن العمل الذي قمنا به حتى الآن وبعد هذا الحدث نحن لسنا مترددين ولكن الموضوع معقد ومركب لذلك سأتطرق إلى موضوع الشهاد والشاهدات النساء الأهم في هذا العمل في عمل هذه اللجنة نحترمهم إنهم المكان المركزي في هذه الرواية وفي قصتنا هذه في النهاية سوف أقدم عرضا تاريخيا سريعا مختصرا عما حدث في النقب منذ 1948 وحتى الستين هذه اللجنة هي نتاج مبادرة مباركة ويجب أن تقال كلمة طيبة وأن يقال كل الاحترام يعطيكم العافي لمنظمة زخروت على عملهم الذي جاء ليرفع الوعي بالنسبة للنقبة الفلسطينية وأقدم شكر الخاص في ذلك هذه اللجنة تساعدت واستعانت بزخروت لتقوم بعملها ولكنها مستقلة وتحاول أن تقوم بعملها بشكل حيادي بخلاف لجان حقيقة مثل ما كان في جنوب أفريقيا هذه اللجنة متميزة لأنها بدأت بالعمل حينما في وضع فيه مازال الصراع مستمرا نحن في فترة صعبة من الحروب والمظاهر العنصرية نحن نحاول أن نقوم بالبحث عن الحقيقة والنزاهة بدون سلة هذه اللجنة من الفاعلين الميدانيين كما قالت دانا هذه اللجنة لجنة فاعلين ونشطاء إنها ليست لجنة رسمية أو ملزمة أو أنها عينت إنها تستطيع أن تخرج فقط بإعلانات وبلغات على أمل أن يسمع صوت هذه اللجنة على أن تكون هذه العملية أن تجد طريقها للتذويد في داخل المجتمع الإسرائيلي المدني نؤمن وكلنا تفاؤل بأن هذه العملية مهمة لكل شخص ولكل مواطن الصحيح أن جزء من أعضاء اللجنة يعتقدون بأنها يجب أن تكون حيادية ولكن مع كل الاحترام ونحن نتحدث عن الحيادية ولكن ليس بمعنى أن ننكر وجود النكبة الفلسطينية في هذا الموضوع نحن على وفاق من هنا الاعتراف بالنكبة أو بالنكبة المستمرة على مختلف أنواعها مثل المقتلعين والمهجرين الداخليين سنتحدث عنهم فيما بعد التقت اللجنة لثلاثة مرات في لقاءات مغلقة وبحثت إلى أين اتجاهها وقد جبين شهادات وسنستمر بذلك من أشخاص آخرين هذه الجلسة علنية وربما ستكون جلسة إضافية كهذه سوف نسمع اليوم شهادات من ناس من الجنوب من الذين مروا بالنكبة في الثمانة وأربعين وكذلك من عانوا من التهجير فيما بعد سوف نلتقي عدة مرات فيما بعد سوف نستخلص التوصيات للتصحيح كل شخص يستطيع أن يستخلص عباره الشخصية حسب ما يمله عليه ضميره النشر عن موضوع النكبة في النقب تقريبا لم يذكر حتى في الأكاديميا من منطلق رغبتي بأننا لا نريد أن ندعى الأمور تنسى بالنسبة للفلسطينيين في داخل إسرائيل وفي الخارج كل شيء ذهب هباء وضع لذلك نحن نتصدى لهذا الأمر أولا يجب الاعتراف برأينا الحقيقة يمكن أن توصل للعدل بعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن التصحيح نحاول أن نسمع الحكايات المختلفة من مصدرها الأول من الشهود الأوائل ليقص علينا كل شاهد قصته كل ما مر به ما خبره ما رأاه ما أحسه لكي تتحول هذه الشهادات إلى مصدر موطوق به لاستخدامه في المستقبل نركز على أحداث النكبة التي استمرت منذ وفي هذه الجمهور لا يعترف بغالبيته ما حصل للشعب الفلسطيني وما في الجنوب خاصة القسم من الجمهور لا يتحدث عن هذا ويسكت على ما يحدث من أجل التغاضي أو تجاهل ما يحدث وكلمة عن حول كلمة المصالحة أو مصطلح المصالحة لا نعتقد بأن هدف هذه اللجنة هو الوصول إلى المصالحة المصالحة هذا الشيء يكون به ناس بنفس القدر بنفس المستوى يتصالحون بعد سراع طويل نحن لسنا في هذه النقطة المصالحة يمكن أن تكون بين ناس متساوين اليهود والفلسطينيين والإسرائيليين والفلسطينيين ليس طرفين متساويين وإضافة إلى ذلك السراع مازال مستمرا لذلك فهي ليست ملائمة لوضعنا مع ذلك الأمل الأمل بمستقبل أفضل وواقع أفضل هذا هدف منشود لنا جميعا هذه المبادرة يمكن أن تكون بداية لكل محاولة للتدسير والحل القضية لأنه لا يمكن أن نصل إلى حلول بدون فهم جذور التراجيديا المأساة التي حدثت هنا والناس الذين الموجودين هنا في منطقة الجاهلين ونحن نستطيع إلى الوصول إلى حلول وإلى مصالحة مستقبلية اللجنة سوف تستمع إلى شهود إضافيين نشطاء ميدانيين شهود لجان إضافية وكذلك الشهادات موجودة في موثقة ولكن هناك شهادات سنستمع إليها من ناس عاشوا المرحلة نشكر الشهود والشاهدات الذين وصلوا إلى هنا محاربين كرمونا ووصلوا إلينا وكذلك من لاجئين من 48 على وصولهم إلى هنا من كل البلاد ومن الجنوب قصتهم هي طريقنا للتقدم في مسيرة الحقيقة والعدل والتصحيح مستقبلا نكون بكل شيء يحصل على مكان محترم ومكان مركزي في هذا الحدث كل هذا الحدث أعدى لكي نسمع حكايتهم الشهداء الأحياء هم الخبراء لا يوجد خبراء أكثر منهم ليقصوا الحكاية لا يوجد من يكون بذلك أفضل منهم بدي بسبب قصر الوقت وهناك الكثير مما يمكن أن يقال أريد أن أحدثكم باختصار عما حدث في النقب من 48 واستمر حتى تقريبا في نهاية السنة في نهاية السنة في نهاية الثمانة واربعين في أكتوبر احتلت مدينة بير السبع وبدأ الجيش بالتقدم باتجاه الجنوب وهنا تم اتخاذ القرار بطرد كل العرب في النقب من البلاد في نهاية الأمر رديا بن جوريون قبل بأن يبكي 10% أقل حتى من 10% 10 تلاف شخص عربي فلسطيني بدوي في داخل إطار الدولة ولكن كان هناك قرار آخر اتخذ بالنسبة لأين يبقى هؤلاء العرب في البداية تحدث عن بير السبع اتخذت قرارات أخرى أيضا حول الطرد طرد قبائل كاملة كانت رفقتها رفقها إطلاق نار إخلاء ومحاولة حشرهم في المنطقة الشرقية وقسم منهم جنوبا إلى منطقة سيناء كل محاولات لجان الأمم المتحدة ولجنات اللاجئين لعادة هؤلاء السكان لم تنجح إلا بالنسبة لعدد قليل جدا من الناس الذين سمح لهم بالعودة وهنا بدأت بدأت الارتجاج وتزعزع موقف ومكانة العرب هنا بدأت حالة موت ومراض وأمراض معدية أصيب بها السكان إلى أن قررت الأمم المتحدة التدخل في موضوع حالات الموت في النقب في نهاية كلماتي أريد أن أقول بأن الحدث الأخير كان في التسعة وخمسين بتمييز السكان تمييز ضدهم وقسم منهم قادوه إلى منطقة سيناء بقرار من الحكومة وبإعلان من بن جوريون الذي قرر بأن هؤلاء السكان يجب تردهم إلى المنطقة المصرية أريد أن أشكر دانا التي ستستمر في إدارة هذا اليوم بعد أشكركم على حضوركم على هذا الحضور المهيب أمل أن يكون هذا يوما ناجحا وسوف نستمر بالعمل سوف نستمر بالتواصل مع الشهود لأنهم مهمين بالنسبة لنا سنستمر بعملنا أمل أن يكون لهذا العمل صدى كبيرا بين الجمهور الإسرائيلي شكرا بدنا نقول بأننا ننتقل الآن إلى الجلسة الأولى وهي جلسة الشهود أريد أن أقول أنه من بين كل الجلسات هذه الجلسة الأقصر سوف يشهد الشهود يقدموا مشاهداتهم بوقت قصير جدا لذلك بودنا أن نطلب أن يكون الآن هدوء تام وأن لا يسمح لأي شخص الدخول إلى القاعة بسبب جدولنا سيكون هذا أكثر وقت لهذه الجلسة أدعو الآن إلى المنصة نورة بداش التي سترافق زلمان بازي من تسوفين ونورة ريش وهي رئيسة الجلسة وهي من ستقوم بمقابلة كل الشهود اليوم تسوفين كلنا نشكرك نعبر لك عن شكرنا على هذا الجهد وعلى هذه الشجاعة التي تقص علينا حكايتك أولا أريدك أن تقدم لنا تفاصيل شخصية قالوا أنت تسوفين ولكن كلنا أين ولد أين تعيش اليوم يعني يعطينا تفاصيل عنك تحية لكل هذا الجمهور أنا منفعل في الحقيقة أنا منفعل اسم تسوفين هذا لقبي منذ فترة ما قبل قيام الدولة وأنا عضو في كيبوتس حتسريم وصلت إلى النقب في 1946 هذا ما يمكننا نقوله حاليا قلت لقبلها أنه نولدت بإسرائيل أنا نولدت في البلاد في تل أبيب كنت من تل أبيب والآن أعيش في كيبوتس حتسريم أنا جيت أحكي لكم عن مشاركتي في حرب التحرير إذن نحن نطلب في الواقع نعتذر منذ البداية على ذلك الوقت نطلب أن تحاول أن تتركز بالأمور الأهم التي يمكنك أن تحدثنا عنها حول ما حصل في مشاركتك هنا في الجنوب أنا كنت في كتيبة النقب وقسم حيوانات النقب إذا سمعتم عن هذا نحن نحن حربنا ضد جيش مصر نحن كنا ضد جيش مصر الجيش المصري شاركت في كل المعارك التي حصلت في النقب تحاول أشترك بضع معارك شاركنا فيها وما عدا ذلك أنا أفهم بأنه بأنه توجد مشكلة وكأنه وكأننا نحن طردنا السكان العرب من أماكنهم وأنا لا أعترف بذلك أنا أكفر بذلك نهائيا على الأقل كتيبتنا والتي شاركت في حرب التحرير حاربت بصراحة وبوضوحة فقط ضد الجيش المصري أنا لن أقول الأمور لن أذكرها بالشكل بترتيبها التاريخي ولكن بدأنا بحماية خط المياه والذي يوصل المياه إلى كل الكيبوتسات في النقب الذين سوطنوا هنا كان هناك مس وإدرار كبير أسبوعيا أطلقوا النار على هذه الأنابيب الأنابيب المياه وبقينا بدون ماء بالنسبة للعلاقات علاقات الكيبوتس مع السكان المحليين علي أن أذكر بأننا نسكن يعني بلدنا ليست بعيدة عن وادي بئر السبع هناك يوجد بئر ومن هذه البئر اشترينا وحصلنا على المياه والإنسان لا يحيا بدون مياه أنا أذكر هذه البئر حتى اليوم وهي موجودة حتى اليوم بالنسبة للحرب موضوع الإغلاق على النقب وحصار النقب كان بين أشكلون والخليل هناك شارع يوصل بين أشكلون إلى الخليل والجيش المصري هو من تحكم في هذا الشارع ونحن حربنا لنحرر هذا الطريق الموصل الذي يمكن أن يصلنا إلى الشمال للحصول على الطعام وللحصول على إمكانيات نقل الناس للعمل من مكان إلى آخر أنا شاركت في معارك شرطة شرطة العراق وسوريا كان هناك جيش مصري كانت كتيبة شاركة عد سبع مرات حاولت اقتحام هذه القلعة حتى اقتحامناها هذه القلعة السورية العراقية بعد ذلك شاركت قوتي باحتلال ليس احتلالا ولكن الهجوم على بيروت يتسحك والموجود الآن مكانه كيبوت سالوميم وبيري في هذه المنطقة شاركنا بمعارك مع الجيش المصري الذي حاول أن يتقدم إلى الشمال ونحن نحن 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 تشير ب Hotel نحن 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 نحنсп المضيحه ه C أكد من هذا القبيل ما اريد أن اذكره وأكد عليه ثم كان مضيح ذات الكات song المحليين الذين سكنوا في الكرة لا في البريير ولا في كوكبه ولا بأي بلدة يمكن أن أذكرها الآن كانت هناك هدنة خلال الحرب وجلسنا إلى جانب كوكبه كوكبه هي بلدة فلسطينية طبعا طبعا أنا بحكي لك اسمها بالعربي الجيش المصري جاء إلى كوكبه وهذا ما رأيناه لأننا جلسنا إلى جانب الكرية وأخذ الناس وطردهم من هناك بصراحة وبوضوحهم خافوا أنه إنه إحنا نعملهم إشي بس مش هيكان يعني ما كانش هذا التوجه أصلا هذا اللي أنا بدي أذكره عن هذا المكان مش بالصدفة يعني أنا بجاي أقول لكم إنه إحنا رحمين بلاد رحمين بس أنا بقول لكم إنه هذه الحروب اللي اشتركت فيها كتيبتي كل هذه المعارك اللي شاركت فيها لم نكن وعيين لقضية طرد الناس من أماكن سكنهم أنا وصلت إلى احتلال بير السبع وشاركت في احتلال بير السبع قليلاً جداً وما يمكن أن أذكره في هذا السياق في سياق احتلال بير السبع أنه بعد الاحتلال بعد احتلال بير السبع كان هناك عمليات نهب غير طبيعي يعني السكان في بير السبع هربوا هربوا خرجهم الجيش المصري قلائل ظلوا هناك نحن عرفناهم تعرفنا عليهم لأننا كنا نسافر لبير السبع قبل الحرب كنا نشتري هناك اللي بدي أياه أنه تحكينا نحب عن طارق مين من اللي نهب بير السبع اليهود نهبوا بير السبع بوضوح إلا أنه البلد كانت متروكة لما أنتوا دخلتوا بعد الاحتلال لقيتوا مدينة بدون سكان لا ما كانتش البلد بدون سكان بس اللي هجر كانت المناطق مناطق البلد القديمة كانت هناك مخازن لبضائع مختلفة تركتورات وكل إيش بخطر عبالك وحوالين المدينة ظلوا الناس ما حدا أتعرض لهم ولا أعملهم إشي السكان الأصليين أه المحليا طبعا بتقدرت كل بلك جملة عن شو أنت بتحس اليوم عن شو بصير هناك أنا بحس اليوم إحساس مش منيح لأنه أنا خلال السنوات عملت في الخليل كنت أشتغل في إيجيد كنت مدير فرع إيجيد شركة بصات ووظيفتي كانت أنه أنكل السكان للعمل في بير السبع أعراض وديمونة لذلك كانت لي علاقة طيبة جدا كنت هنا في الظاهرية هناك طلعنا كل البساط حتى تجلب السكان الفلسطينيين للعمل في إسرائيل تتحدث عن فترة ما بعد السبع وستين لأن الخليل رحنا عليها بعد السبع وستين صحيح نعم نعم أتحدث عن فترة ما بعد السبع وستين خمس وستين بحكي عن الخمس وستين بس هاي اللي عندي أقوله إذا بدك تسألي إيش يسألي أعتقد أنه لازم ننهي أشكرك جزيل الشكر هل في حدا من أعضاء اللجنة يرغب بطرح سؤال شحدي هدى أعضاء اللجنة كنت مستعد آماء طولة أعة أعضاء مساعداء أعضاء كما أنت تتعلم Wolب أعضاء محن أعضاء 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 السؤال هيك. إذا بتتذكر الفترة لما فتوا لبير السبعة. قبلكم كان في جنود؟ طيب السؤال كان هيك. هل عندما دخلتم إلى بير السبعة؟ سبقكم إلى هناك جنود؟ يعني لقيته جنود قبلكم؟ الجيش المصري كان في بير السبعة. ونحن ذهبنا لاحتلال بير السبعة من أيدي الجيش المصري. كانت هذه مدينة كبيرة نسبياً. وكل الكتيبة شاركت. أي كتيبة هذه؟ النقب، النقب. مهة المنزل، لأنهم ركزوا سكان بين السبع الذين كانوا هناك لما صار الاحتلال في مسجد وكان استعمال السلاح. أنا علي أن أعترف بأنني لم أكن شريكاً لهذا الأمر. أنا حتى لا أعرف عن هذا الموضوع. هيا أول مرة بسمعي كشي. طيب هודה. ترجمة كولك. طيباً. طيباً. ترجمة كولك. نورا كرر السؤال. السؤال. إذا كانت المقولة أن الحرب. حربكم. كما تعرفوا كانت حرب ضد الجيش المصري. كيف يمكن؟ كيف يمكنك أن تشرح حقيقة؟ أنه من هذه المنطقة. هناك الكثير. هذا الكم الهائل من اللاجئين الذين وصلوا إلى خيامة اللاجئين. على حد علمي الجيش المصري اهتم بهم. اهتم بسلامتهم. واعتقد بأننا جئنا لنقتلهم. وهذا غير صحيح. بالعكس كنا واعين لضرورة أن لا نمس أي شخص. فقط حاولنا أن نطرد الجيش المصري. هذه كانت خطتنا. هذا برنامجنا. إذا مسوا بعرب هنا أو هناك لا يمكنني أن أقول أنني أنا من زاويتي لم نمس أي إنسان. لم نضر أي قرية عربية. ليس لأنني جئت لا أعتذر أو أخاف ولا أخاف من الاعتذار. ولكن يعني أنا منذ سنوات طويلة يعني أنا أعيش منذ سنتين قبل حرب التحرير. كان لدينا ضيوف في الكبوس. جاءوا زارونا كل السكان المحليين الذين كانوا في المحيط. أبو ركيك وأبو يحيا. كانوا يأتون إلينا. وكان هناك شخص عرف التحدث بالعربية منذ ولادتي. كان يستقبلهم. ويتحدثون. وأتحدثون أنه بصير خير. واليهود أعطهم شغل. وإلى آخره. أبو ركيك وأبو ركيك وأبو ركيك وأبو ركيك. أبو ركيك وأبو ركيك وأبو ركيك وأبو ركيك وأبو ركيك. وقصة النهب نهب السبع. ماذا يحصل الآن عندما ينظر إلى الموضوع إلى الخلف؟ ماذا تحس؟ يجب أن أذكر أن النهب تم حصل حصلت في الأماكن بوضوح بالأماكن المهجورة. أنا أؤكد على كلمة مهجورة. كانت هناك مخازن كمح. كانت تركتورات. كانت أشياء مختلفة. وجاء الناس وأخذوها. نهب. هذا شيء لا يمكن أن نفتخر فيه هذا الشيء غير منصف. ولكن ما كانش مع مين تحكي. حتى لو كنا بدنا. لأن إحنا كسكان حد سريم استخدمنا بير السبع. مش أن نشتري وقود أو خبز. يعني كانت لدينا علاقات مع السكان في بير السبع. لذلك عندما شاركت بالحرب لما أكون في الكبز طبعا. ولكن بعد ذلك في الثمانة وأربعين. تسعة وأربعين. لما كانت بلدة بير السبع مهجورة. ما كانش في معنى لأنه نترك التركتورات مثلاً أو ما سلبة من هناك. مين اللي بدو يعملها؟ مين بدو انتبه لها؟ انت بتضحكي بس لا ده بضحكش بالمرة. دفعين هي الأشخاصية مع أنها كانت توجه لا. مين اللي بدو انتبه للمسابرا أو سافر. لكن هناك ثم قادر planning. ليس لديكم إذا كانت تقول ذات الشبعة. لا. هناك ثم من قبل التجاه العربerting في حرب لما كان في مجبرا منها. أو في شغلاء من الأكداء لما كان في مجبرا منها. والسؤال تعني سؤال واحد أحدث لي لا أفار منها وسألتني وليس أن تكون موجود هنا اليوم ليس أن تكون وفائة أو كان بدافين نارون للمسان أيديون شתי شאלות שאלה אחת זה האם היום بدأבד אתה מרגיש שחלק גדול מהאירועים זה אירועים שלא היה ניתן להפסיק אותם זאת אומרת או מלחמת אין بרירה או תהליכים שלמלה אין קוראים והשאלה השנייה היא למה הסכמת או למה רצית לבוא לפה היום שתי שאלות באתי רנה היום לא בשביל להתנצל ולא בשביל זה רציתי לראות את המיוון הזה של האנשים שרוצים להתדברות ולחיים זה בעניין אותי לדעת לא בשבילה ניתן להתנצל שלא ניתן להתנצל שלא ניתן להתנצל לא בשבילה לא בשבילה ניתן להתנצל שלא המילה ניתן להתנצל לדעות رغم أنه اليوم أنا بحكيش عربي بس في حينه حكيت عربي واستمتعت بهذه العلاقات مع هؤلاء الناس الأخيرة رئيلا في عندنا وقت أوكي إذن رئيلا وبعدين مونير عندي السؤالين شكرا سؤالي الأول أن تحاول أن تقول من الذي قام بالنهب والسلب أن نتعرف على الناهبين السالبين ليس على المستوى الشخصي، السؤال الثاني هل خلال المعارك ضد الجيش المصري كانت لديكم إمكانية وفرصة لتعرف على المستوى الشخصي؟ التقيتم فيها مع ناس محليين هل كانت لديكم بالنسبة لهؤلاء السكان تعليمات مسبقة؟ وما الذي حدث في هذا السياق؟ يجب أن أعترف بأنه أيضاً أعضاء الكبوتس الذي عاش فيه كانوا من بين الناهبين ولكن من النهب جاء من كل أطراف البلاد من كل الأماكن عندما سمعوا أنه في بئر السبع هناك حالة من الفوضى التامة ولا يوجد سكان وأن المدينة الفارغة جاء الناس بشاحنات وحملوا كل ما وقعت عليه أيديهم السؤال الثاني كان إذا كان خلال معاركهم ضد الجيش المصري التقيتم بصادفتم سكان محليين هل كانت تعليمات واضحة بماذا يجب أن تفعلوا معهم؟ وما الذي حصل؟ نحن على الأقل في فرقتي أنا قلت بالأول أنه كنا في كوكبة وليبرير وكل هذه الأماكن وفي أماكن لما أطلقوا علينا النار أطلقنا النار عليهم أيضاً في المحلات اللي لم يطلقوا علينا تخطيناها مثلاً في البرير هذه قرية واحدة من القرى كوكبة يعني قريتين اللي أنا كنت إلى جانبهم وهناك لم ندخل إلى هذه القرى لذلك أنا أقول أننا تخطيناها لأننا ما كنا نقصده وتحريرنا نقب من الحصار هذا هو التوجه الأول لنا أنا لدي سؤالين سوف يتحدث العودة السؤال الثاني هو ما هو رأيك سوف يتطرق إلى إمكانية عودة السكان إلى أماكن سكناهم حسب مؤرخين مختلفين دولة إسرائيل يعني السياسة الإسرائيلية منعت إمكانية رجوع السكان الذين هربوا أو طردوا من العودة منعتهم من العودة هل تعرف هذا؟ هل كنت شركاً في ذلك؟ هل خبرت هذا؟ أنا حربت في حرب التحرير حتى احتلال بير السبع وبعد ذلك لا ما حدث بعد ذلك لا أعرف عنه شيئاً لم أأتي إلى هنا لأتجمل أو أعمل حالي ساذج ولكن اليهود هم الشعب الرحيم ورأينا ذلك أيضاً في شو اسمها شو سموها الحملة الأخيرة؟ سوكيتان آه الجرف الصامد كنت شفت كيف كانت التعليمات إنه ما نمس بالمواطنين شاهد سؤلة وجاوب على قد ما يعرف وليس مهماً إن كان هناك من يفكر بشكل مختلف السؤال الثاني يتعلق بما هو رأيك ماذا تفكر بالنسبة لحق عودة الفلسطينيين؟ إذن السؤال التالي ماذا تعتقد؟ ما رأيك بشكل عام بالنسبة لحق العودة؟ أنا أقول بأنه يجب أن نقوم بالتمييز بين الأسئلة المباشرة للجنة الحقيقة التي تريد أن تحصل على شهادة من مصدر أول حول ما حدث ما الذي قمت به؟ بماذا شاركت؟ ما الذي عرفه أنا شخصياً؟ وبين التعبير عن الرأي يعني لما سألها شو بتحس؟ أو بالنسبة للمستقبل؟ شو بتفكر بالنسبة لحق العودة؟ أنت راح تجاوب السؤال بس أنا بدي أن نكون بهذا التمييز لا يوجد لدي إمكانية الإجابة على السؤال الثاني لا أملك الإمكانية للرد على السؤال الثاني لأنه سؤال سياسي أنا من أجل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل هذا ما يمكنني أن أقوله لكم عدد ذلك سياسة ولا أريد دخولي للسياسة شكراً أعطيت الناسة وتعالي الأرض أجلت أن تفجير بيوت بعد احتلال برسابع أو كل مكان آخر؟ أنا تطلب الله أنت هذا السؤال جيد جداً بالنسبة له لأنه لما هجرت برسابع الكبوتز تبعنا وما يجمع احتل بيتين اكمنا هناك منجرة وحضيرة واحدة الى جانب الاخر هذه البيوت موجودة حتى اليوم في بيار السبع لذلك لا يمكنني ان اقول بان انا فجرنا بيوت بالعكس عدد ذلك يعني تنوفى فيما بعد اقامت انتجت منتجاتها الزراعية وصلت الى هناك المنتجات الزراعية ومن هناك وزعت هذه المنتجات الى كل الاماكن وتفجير خارج بيار السبع لم اشترك ولا اعرف هل تعرف بانه قبل الدخول لاحتلال بيار السبع كانت هناك هجمات صاروخية جوية منيح اللي بتحكيلي عن هذا الحكي لانه احنا منعرفش ما عارفناش فيه انا لا اعرف من اين لك هذه المعلومة الان انت بتخلي عندي رغبة اني افحص الموضوع بس انا ما بعرف هذا الشيء ما سمعتش عنه حتى الان افنير افنير المسائلش وهذا سيكون السؤال الاخير 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 ساضف لما تقوله العادة التوطين السؤال هو هل في سنوات الخمسين الخمسينيات يعني بعد الحرب بعد انتهاء حرب 48 هل في هذه الفترة كنت شاهدا او تعرف ظواهر مثل طرد السكان او توطينهم من جديد نقلهم من مكان الاخر السكان النقب طبعا انا شخصيا لا اعرف شيئا من هذا انا شخصيا كنت ممكن اسمع هذا بالراديو بس مش اكثر من هيك لذلك لا يمكنني ان اجيب على السؤال ان حصل ام لم يحصل بجوز حد ثاني بعرف تفار نشكرك جزيل الشكر وستنواصل ثوفن 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 ولكن كل اسمك الحقيقي زالمن هذا هو الاسم وثوفن لقب شكرا شكرا لطيف شكرا شكرا